السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في حصة اليوم إن شاء الله سأقترح عليكم نموذج آخر للامتحال موحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية لمستوى السادس ابتدائي دورة يوليوز 2022 في مادة اللغة العربية إذن مادة اللغة العربية وقواعدها نبدو بالمجال الرئيسي الأول مجال الرئيسي الأول دائما يكون متعلق بالقراءة والفهم عندنا النص سنقرأهم زيان ونجب الأسئلة الفهم إذن نبدأ بقراءة نص منذ الصغر وعلي يعشق النظر إلى هذا المحيط الأزرق الكبير يذهب إليه كلما سنحت له الفرصة مع أخته أو مع والديه يقف على الشاطئ ويترك عينيه تسافران مع أمواجه الزرقاء أمس نظر علي إلى البحر وكان صافيا هادئا فوجده أكثر زرقة من دي قبل ورفع علي رأسه إلى السماء وكانت لا تعكر صفوها الغيوم فوجدها زرقاء أيضا عاد علي في مساء إلى المنزل ونظر إلى وجهه في المرآة متأملا في عينيه الواسعتين الزرقاوين فظهرتا له وكأنهما تحملان آتار لون البحر ولون السماء فقال في نفسه ما أجمل اللون الأزرق لأنه يحمل لون البحر والسماء ولون عينيه فأغمض جفنيه ونام بعد قراءة النص نمر لكي نجيب عن أسئلة الفهم السؤال الأول يقول أشرح ما يلي سنحت له الفرصة أي تيسر دعنا نجوبه بالأسرق أي تيسر تيسر له الأمر تيسر له الأمر أو سمحت سمحت له الظروف الظروف إلى آخره أو سمحت له الفرصة أو أتيحت له الفرصة إلى آخره يترك عينيه تسافران إذن يترك عينيه تسافران يعني يطيل يطيل النظر يطيل النظر ويتأمل يتأمل نمر الآن إلى السؤال الثاني أستخرج من النص أضضاد الكلمات الآتية مني يقول لك استخرج من النص يعني ما عديش تجيب هاد الأضضاد من رأسك يعني غديش تجيبها من النص فقط إذا هنا عدنا الكبر والنص يبدأ لنا بواحد الكلمة منذ الصغاري إذن الصغاري ضدها الكباري يعني من نجيون هنا نكتبه الصغاري الصغاري إذن هنا عدنا مضطربا مضطربا في النص عدنا كلمة هادئا عدنا هادئا عدنا نجيون نكتبه هادئا الصباح ضدها المسائي في علي عاد علي في مسائي إلى المنزل المسائي المسائي نامر الآن إلى السؤال الثالث أضع علامة أمام نوعية النص أهو شعر؟ لا أهو مسرحية؟ لا هكاية؟ نعم لأن لدينا هنا الشخصية الرئيسية هي علي وكان عود الحكاية عدنا أحداث يعني أحداث الحدث الأول هو أن علي كان يطيله النظرة إلى المحيط الأزرق الحدث الثاني أن علي ذهب إلى الشاطئ يعني وتأمل في زرقة المياه وزرقة السماء أيضا الحدث الآخر هو أنه عاد إلى المنزل وراح يتأمل عينيه في المرآة عينيه ذات اللون الأزرق وقال في نفسه ما أجمل اللون الأزرق لأنه أولا يمثل لون البحر لون السماء ولون عينية وفي الأخير أغمض جفنيه ونام إذن وليست بخطبة نمر الآن إلى السؤال الرابع السؤال الرابع يقول أضع سطرا تحت الجواب الصحيح علي يحب السباحة في البحر؟ ما مذكرش لنا في النص علي يحب النظر إلى البحر؟ صحيح يحب النظر إلى البحر علي يحب ركوب البحر؟ ما مذكرش لنا في النص علي يحب اللعبة في البحر؟ أيضا ما مذكرش لنا في النص يعني الإجابة الصحيحة هي أن علي يحب النظر والتأمل في البحر ما هي العلاقة بين البحر والسماء وعيني علي؟ إذن العلاقة بينهم العلاقة. نكتبني شان هي. اللون. اللون الأزرق. الأزرق. الذي. اللون الأزرق. الذي يميز. يميز. كلا. منهم. نمر الآن إلى السؤال السادس. أعطي عنوانا مناسبا للنص. إذا هنا سنكتبه مثلا عالي والبحر. عالي والبحر. مثلا. ثم السؤال السابع والآخر من نسبة لأسئلة المتعلقة لنا بفهم النص. أشكل الكلمات المضغوطة في النص. سنكتب الكلمات اللي مكتوبة بواحد اللون اللي يكون باين. مضغوط. وعدنا جملة. الفقرة الثانية كلها. قصنا نشكلها. إذا هنا عدنا آآ أمس نظر أمس عالي إلى البحر. وكان صافيا هادئا. فوجده أكثر زرقة من ذي قبلي. عدنا دي من ذي قبلي. ورفع علي رأسه إلى السماء. وكانت لا تعكر لا تعكر صفوها الغيوم. فوجدها زرقاء أيضا. إذن هذا فيما يخص الشكل. إذن عدنا فقرة الثانية كاملة هاتلبوا منا باش نشكلوها. ونمر الآن إلى المجال الرئيسي الثاني اللي هو الدرس اللغوي. إذن الدرس اللغوي. سنبدأوا بالمجال الفرعي الأول اللي هو التركيب. السؤال الأول يقول أملأ الفراغ الموجودة في الجمل الآتياتي بتوكيد. إذن يعني اعتماد بعض العبارات ككله كلا كلتا نفسه عينه جميعه. قرأت الكتابة كله. كله يعني أدنا كله توقيد معنوي. سنزدوا بين قوسين هنا. معنوي ولكنه مرمح. ما طلبوش منا نكتبوه معنوي. نكتبو غير كله فقط. جاء التلميذاني. نكتبو مثلا كلاهما. كلاهما. ايضا. دير نقطة. ايضا توقيد هذا معنوي. انتهى الدرس. سنجدوا فاصلة. وهذه نعود نفس الجملة. انتهى الدرس. وهنا يعدنا واحد التكرار ديال اللفظ. يعني توقيد هذا. كدير توقيد النوع دياله لفظي. لانه جاء بتكرار اللفظ. لفظي. نمر الان الى السؤال الثاني. متعلق بالاعراب. اعريب ما تحته خط في النص. اذا هذه كلمة هذه. سنعربوها انتلاقا من موقعها في النص. ارفع فعل ماد مبني على مدى على الفتح. ثم علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. على اخره. ثم رأسه مفعول به. منصوب بمدى رأس بالفتحة. وهو مضاف. وهو مضاف. وهذه الهاء هذه. والهاء مضاف إليه. لا نقدر نكتبه. ضامير متصر في محل جري مضاف إليه. ونكتب نيشان والهاء مضاف إليه. نمر الى السؤال الثالث. السؤال يقول اضعوا اداة النصب واقوم بالتغييرات المناسبة. من ادوات النصب عندنا. ان لن كي ادن. اذا تستطيعوا تستعمل كتب المراجعة. ان تستعمل. اذا ان تستعمل. ضروري نشكلو هذا الفعل هذا. خصو يكون منصوب. وخفع المضارع لنغمة الفعل المضارع كيكون مرفوع بالضماء. هنيا غايكون منصوب. حي تدخل عليه حرف النصب. ذاك الشاش كتسمى حروف نصب الفعل المضارع. اذا هنا اسافروا. وملي غاتين ندخل عليه هنيا. اسافروا هذه السنة بسبب الوباء. لن اسافر. لن ما غتيش نسافر. لن اسافر. استنديروا عدة الفتحة هنيا هدي وما التغييرات. السؤال الرابع يقول استخرجوا المفعولة لأجلي والمفعول المطلق فيما يلي. اذا هنا ادنا ربعا ديال جمل غاتين سطروا على المفعول ونحددوا ما حددونا وعديا هو هو مفعول لأجلي ولا مفعول مطلق. دا صدقت على الفقير املا في التواب. مفعول هو املا. نكتب هنا املا. لماذا دا صدقت على الفقير? املا في التواب. يعني هذا مفعول لأجله. مفعول لأجله. ثم جملة الثانية. اعمال الخير حبا في الخير. حبا. ايضا نكتب هنا يا حبا. وهو ايضا مفعول لأجله. ثم لدينا خطف التعلب الدجاجة خطفا. خطفا. المفعول مشتق من حرف الفعل. خطفا. يعني هذا مفعول مطلق. اذا مفعول مطلق. ثم مر القطار ومر السحاب. ايضا مشتق من حرف الفعل. نقدروا نكتب هنا يا مرور السحاب. ولا مر السحاب. هنا بلعاني باش تخلطوا بينها وبين التوقيد اللفظي. ولكن هذا هو مفعول. اذا مرة. اه مرة نكتبه هنا. مرة. وهو مفعول مطلق. مفعول مطلق. حيث عندنا نفس حرف الفعل. مفعول مطلق. نمر الان الى السؤال الاول في مكون الصرف والتحويل. للمجال الفرعي الثانية ومجال الصرف والتحويل. اكتبوا بالحرف الاعداد الاتية. ادنا العدد المعدود. هذا الدرس هل ومتى يطابق العدد معدوده ومتى يخالف العدد معدودة؟ هل نبدأه بالجملة الاولى. اذا اولا من واحد وجوج واحد واثنان توافق العدد والمعدود. من اشتريت أربعة كتب كتب المفرد هي كتاب يعني مذكر يعني هذه الأربعة تكون مؤنت بالتاء المربوطة التي تكون في الأخر اشتريت أربعة كتب وبالنسبة الاثنى عشر اتنى اتنين قلنا أن الجوج تتطابق المعدود يعني لدينا مجلة اتنتا 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 وبالنسبة العشرة ايضا اذا عشرة ايضا تطابق عشرة اتنتا عشرة مجلة ثم نجح اتنتا ثلاثة عشر تلميدا ثلاثة 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 تخالف المعدود اذا من اللي يكون عندنا رقم مركب او عدد مركب عفون عدد مركب فيه ثلاثة وفيه عشرة ثلاثة ركتخالف وعشرة ركتطابق اذا ثلاثة عشرة عفون عشرة كتكون عندنا الشين مفتوحة عشرة ثلاثة عشرة تلميدا وتلميد اتنتا اتنتا اتنتان وعشرون اذا اتنتان وعشرين جمع مذكر سالم يكون مجرور يكون منصوب يكون منصوبا بماذا؟ بليا اتنتان اتنتان وعشرون تلميدة اذا نجح ثلاثة عشرة تلميدا واثنتان وعشرين تلميدة نمر الان الى السؤال التاني اركب جملة مفيدة تحتوي على فعل معتل في زمن المضارع نتحدث نتحدث نام 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 المضارع ينام 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 الطفل باكرا ينام الطفل باكرا نمر الان الى السؤال التاليس دائما في الامتحان نحاول دائما نكون متأكدين من الجواب دينا ومن بحتوش على التعقيد دائما بحتوش على الشهر لتكون سهلة وتضمن لنا النقطة دينا حول حسب المطلوب اذا هنا عندنا هي تحب وطنها وتعمل فيه بإخلاص هم يحبون هم يحبون وطنهم وطنهم ويعملون ويعملون فيه بإخلاص بإخلاص ثم أنتما تحباني أنتما تحباني تحباني وطنكما أنتما تحباني وطنكما وتعملاني 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 فيه بماذا؟ بإخلاص السؤال السؤال الموالي رابعا أسطر تحت الفعل الناقص وأحدد زمن تصرفه تشكو البيئة تصرفات الإنساني إذن سطرنا على الفعل تشكو وفعل شاكا مصرف المضارع يعني الإجابة هي المضارع مصرف المضارع دانوت من قطة فمشت أمامي كأنها تدعوني لفتح الباب إذن عندنا هنا الفعل الأول دانوتو دانا يدنو إذن هو دانا في الماضي ولكن هنا دانوتو أيضا في الماضي أنا إذن الماضي بالنسبة للفعل دانوتو فمشت الماضي ديالها هي مشا مشا يمشي إذن مشا وهنا فمشت أيضا في الماضي في الماضي إذن مشت في الماضي دانوتو أيضا في الماضي أمامي كأنها تدعوني تدعوني إذن تدعوني أصدر الله تهي دعا يدعو إذن دعا من فعل دعا تدعوني في المضارع إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الرابع والآخر في مكوين الصرف والتحويل غير مشودة بل مكوين الإملاء السؤال الأول يقول أضعوا مكانا نقطي آليفا مناسبة آليفا إما تكون ممدودة بحلاك أو مقصورة بحلاك ممدودة بلي shine يعطي بلليا يعني أن يكون الأصل هذا ألف مقصورة عفاء يعفوق 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 ألف ممدودة مشاء يمشي يمشي بالياء اليف مقصورة. اهتدى يهتدي اليف مقصورة. هذه الطريقة لكي نحضر الالف مقصورة او ممدودة. ثانيا اكتبوا مكان النقاط الهمزة المتطرفة. بالنسبة الهمزة المتطرفة نشوفه فقط حركة الحرف الذي يعني الحركة الحرف الاخير. الى كانت فتحة فالهمزة تكتب فوق الالف. كانت كذب الهمزة عن التالي. كانت قصرة الهمزة قصرة ، فوق الوقت الحراسة.aronو مقصورة الهمزة فوق الوقت الحركة. يجري. جند هناك قصرة عفوان يجرؤ. عندنا ضمه تكون الهمزاء فوق الواو. ملجأ لدينا فتحة الهمزاء فوق الالف. ملجأ لدينا السكن هذا السكن كيفاش ميت سكن ميت هذا حي هذا ميت يعني لدينا سكن ميت فاش يكون لدينا المد. يعني اما المد ديال الواو اللي كان في الالف ولا مد في ليا. اذا هدوء هتكتب الهمزاء فوق السطر هذا فيما يخص لإيجابة عن السؤال الثاني. ما هذا السؤال الثالث؟ أتمم بابن أو ابن بالآلف بالهمزة أو بنو. إذن عندنا هنا همزة وبنو. الضرط اللي درنا. عالي أبي طالب. إذن عالي بنو. من دون همزة بنو. علش بنو. لأننا هنا إسمين عالمين. عالي وأبي طالب جوجهم إسمين عالمين. وهنا هنا ابن خالدون. جاءت في أول الكلام. كنخليولا الهمزة ديالها. ابن خالدون. هذا فيما يخص لإيجابة عن السؤال الثالث والآخر في مكون الإملاء. أنا مشهد بل مكون للمجال الرئيسي الثالث. لهو الإنشاء. ولا ما يسمى بالتعبير الكتابي. إذن السؤال يقول حينما أغمض علي جفنيه ونام حلم بالبحر. يعني حلم بالبحر. من اللي أغمض عيني. سنكملوحنا هذه القصة هذه. أكتب نصا في حدود ستة إلى تمانية أسطر. إذن يا إما تكتب نص في ستة الأسطر. يا إما في ستة. ونص يا إما سبعة. يا إما سبعونص يا إما ثمانية. ما نفوتوش ثمانية. وما نهبطوش على ستة. هذا التعليم هذا ضروري على نقطة. تحكي فيه ما حلم به علي. غادي نكتبو واحد التتمة ديال ديك الحكاية. حيتي كان عندنا نص عبارة عن حكاية. غا نكملوها. بحيث نكتبو من ستة إلى تمانية الأسطر. إذن. حينما أغمض علي جفنيه ونام حلم بالبحر. نعود نكتبو من هذه الجملة. حينما أغمض علي جفنيه ونام حلم بالبحر. نجر فاصلة. حينما أرأى نفسه نفسه داخل غواصة غواصة في قاع البحر أو في قعر البحر. قعر البحر أو المحيط في قعر المحيط بين الأسماكي. فاصلة. الحيتاني. والطحالبي. والطحالبي. ندير واحد النقطة هنا باش ندزل واحد المعنى آخر. وفجأة. وفجأة. اتجه. فجأة اتجه نحوه. نحوه. دلفين. دلفين. ضخم. لكنه. لطيف. المظهر. كيف أنه ضريف. لطيف المظهر. ودعاه إلى مرافقته في رحلته الاستكشافية. الاستكشافية في قعر المحيط. في قعر المحيط. فاصلة. لم يتردد. لم يتردد. علي. ووافق. ووافق. على الاقتراح. الاقتراح. وراحا. يجولان. يجولان. بين. الشعبي. والمرجاني. والمرجاني. و. وكلما. مروا. مروا. ومرة. ومجروجهم. مرة. وكلما مر. بمجموعة. وكلما مر بمجموعة. من الاسماك. بمجموعة من الاسماك. رحبوا. ليرحبون. يرحبون. 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 به. ويسعدون. للقائه. أو لرؤيته. ويسعدون. لرؤيته. بينهم. لرؤيته. بينهم. بل. وحتى. بل. وحتى. سمكة. سمكة. القرش. المفترسة. 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 رحبت. به. هذا هو الوهاج. بل حتى. وحتى. اذا. بينهم. بل حتى سمكة القرش. بل حتى سمكة القرش المفترسة. المفترسة. رحبت به. وصرت. وصرت. لمجيئه. لمجيئه. هذا الطبيعة الحال غير حلم. لمجيئه. هادي ندير واحد النقطة. بقى هنا واحد الجملة حيث عدنا هنا ثلاثة دي الأسطور على ثلاثة. هي ستة على واحد دي سبعة. هندير واحد الجملة آخيرة. باش نكملو ثمانية دي الأسطور. ثلاثة. بعد رحلة. بعد رحلة. بعد رحلة. شيقة. بعد رحلة شيقة. ودع. ودع. علي الدلفين الذي كان بمتابة مرشد له ونحبسه منزيد التشيحة جاهد عدنات من يدي الأسطور فقط إذن حينما أغمض علي جفنيه ونام حلما بالبحر حيث رأى نفسه داخل غواصة في قعر المحيط بين الأسماك الحيتان والطحالب وفجأة انتجه نحوه دلفين ضخم لكنه لطيف المظهر فاصل ودعاه إلى مرافقته في رحلته الاستكشافية في قعر المحيط فاصل لم يتردد علي ووافق على الاقتراح وراحى يجولان بين الشعب والمرجان وكلما مر بمجموعة من الأسماك يرحبون به ويسعدون لرؤيته بينهم بل حتى سمكة القرش المفترسة رحبت به وصرت لمجيئه بعد رحلة شيقة ودعا علي الدلفين الذي كان بمثابة مرشد له إذا هذا فيما يخص لإجابة عن مكون تعبير الكتابي إذا كتبنا كمنا الحكاية احترمنا ستد 8 دي الأسطور ما فيتنهاش 8 دي الأسطور قدرنا علامة الترقيم إذا هنا نكون إن شاء الله حصلنا على النقاط كاملة عندنا 15 نقطة وإن شاء الله ما نديرو التشي خطأ إملائي حيث الأخطاء الإملائية كتنقص النقاط وكتبنا لكم إن شاء الله جيبوا معدلات جد متميزة خلال اجتيازكم للامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو أضرب لكم موعدا آخر في فيديو مقبل للتعرف على نماذج أخرى للامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي لسنة الدراسية 2021-2022 لذا كونوا في الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة